أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيل وحيم لتنذر قوما ما أنذر باءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فعشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من التبع الذقى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البناه المبين قالوا إنا فطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من عدوده آلهة إن يردني الرحمن بذر لا توم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلى التي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون مطيل دخل الجنة قال يا ليب قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميثة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفتجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهى وفيذا هم مظلمون والشمس فجري لمسدقا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذرق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الخنك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اندقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم توحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعنوا من لو يشاء الله أكعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسرمون فلا يسل في عون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذات إلى ربهم ياسرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع للينا محضرون فاليوم لا كله نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأصواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولهم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني عدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لهم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكونون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينجعون ومن نعمره منكفه في الخنق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذك وقرآن مبين لينذر من كان عيا ويكفق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها عقوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهذا لعلهم ينصرون لا يستفيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من نطفة فإذا هو غسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نالا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مطلهم بلى وهو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون شكرا